كيف تجعل صورك لا يراها أحد من غيرك على ديسكورد هو ده موضوع درسنا النهاردة موضوع مهم جداً هنتعلم من خلاله إزاي نقدر إن إحنا نحافظ على خصوصيتنا وإزاي نحافظ على صورنا وإزاي نحافظ على شغلنا بس إحنا اللي نشوفه مش كل اللي موجودين على موقع ديسكورد يعني هنا في موقع ديسكورد هتلاحظوا إنه لو عملنا أي حاجة في الميت جورني طبعاً لو عملنا أي حاجة فهي هتظهر للكل وأي حد يقدر يحمل الصور اللي إحنا بنحملها وأي حد يقدر يشوفها وبالتالي ما عنديش أي خصوصية نهائياً طب إزاي أقدر أعمل لنفسي خصوصية على موقع ديسكورد هو ده اللي هنتعرف عليه النهاردة وكمان هنتعرف على طريقة ممتازة لدمج الصور يعني مثلاً عندي صورة معينة وفي صورة تانية عجباني وحب أدمج المشهدين في بعض فكمان هنتعلم ده النهاردة بالنسبة لأول جزئية اللي هي إزاي أقدر أني أنا أحافظ على خصوصيتي جوا برنامج الدسكورد وبحيث أنه محدش يشوف الشغل بتاعي أو الصور الخاصة أو أي حاجة فهنعمل إيه؟ أول حاجة هنروح عند العلامة دي علامة البلس اللي إنتوا شايفينها هتلاقوا مكتوب عليها Add a server هنضغط عليها وهنقول create my own يعني أنا عايزة أعمل حاجة خاصة بيه في مثلاً لو عايزت تعمل gaming غرفة ألعاب school club study غرفة غرفة للدراسة تمام لكن إحنا عايزين نعملها حاجة خاصة بينا فهنضغط هنا هيقوم يقول لي أنت عايزها for club or community أو for me and my friend فهنختار for me and my friend لي والأصحاب يعني لو أنت عايزت تستضيف حد جوا الغرفة دي تمام هنا ممكن تحط صورة لوجو مثلاً أو صورة شخصية لك بيش هتظهر لأي حد غير لك أنت بس وهنا بالنسبة للإسم السيرفر هو كتب Sarah Designer Server أنا كنت عملت واحد قبل كده فهي هغير داوة هخلي مثلاً يوتيوب تمام وهروح أضغط على create دخلني على غرفة خاصة بي لكن لو أنا حاولت أني أنا أعمل أشتغل عليها مثلاً أعمل slash وأعمل imagine فأنا مش هلاقي كلمة imagine هنا نهائياً طب إزاي أقدر أن أنا أدخل كلمة imagine اللي من خلالها بقدر أن أنا أعمل أي حاجة على برنامج دي سكورد تركزوا معي دلوقتي يعني أنا دلوقتي بيع عندي غرفة خاصة بي لكن ما أقدرش أشتغل عليها طب إزاي حولها وأخليها أقدر أشتغل عليها هروح هنا عند علامة الميت جورني هضغط عليها تمام مهم شي هروح عند أي علامة للميت جورني أي علامة وأضغط عليها كده ضغطه هيقوم يقول لك add to server يعني أنت عايز تضيف الميت جورني ده للسيرفر معين أنت عايز يكون خاص بي فإحنا هنضيفه add server للسيرفر اللي إحنا عملناه خاص بينا هايقول لك هنا select a server إيه هو السيرفر اللي إحنا عملناه أنا كنت عاملة واحد أهو بس اللي إحنا عملناه دلوقتي اللي هو ده اللي هو السارة designer يوتيوب هضغط عليه وهروح أعمل continue بعد كده هتجي لك الصلاحيات جوه الغرفة خليها صحة على كلها وأعمل authorize إن أنا أمكنه إن الميت جورني يدخل جوه غرفتي الخاصة بحيث إن أنا أقدر أشتغل عليه وأقول am human أنا إنسان خلاص كده خلصت نروح عند السيرفر اللي إحنا أنشأناه اللي هو ده تمام لو جينا هنشوف slash imagine أهي ظهرت معي imagine prompt على طول ونقدر إن إحنا نشتغل عليها على طول تمام دي أول جزئية من درسنا النهاردة جزئية مهمة جدا ومعلومة كان لازم لازم تعرفوها عشان في ناس كتير بتعاني من موضوع إن مفيش خصوصية جوه برنامج الدسكورد وإن هما بيخافوا إن هما بالذات البنات يعني يخافوا إنهم يحطوا صورهم الشخصية وتكون عامة للناس أو حد يحملها أو يخدها أو يستغلها بشكل خاطئ فإحنا حلنا لكم المشكلة دي دي أول نقطة تاني نقطة إزاي أنا أبدأ أعمل مثلاً أنا عندي مشهد في صورة ولقيت مشهد تاني في صورة وحبت أدمج ما بين الصورتين إيه اللي ممكن أعمله طيب أنا هرجع بس للسيرفور بتاعي ألا إن أنا محملة عليه الصور علشان إيه التحميل بياخد وقت يا صور كانت الكواليتي بتاعتها عالية أنا مثلاً عجبتني صورة البنت دي شعرها أحمر وعجبني أتم لاندسكيب يعني البيئة الخريفية وفيها من اللون الأحمر فعايز أدمج صورة البنت دي جوه المشهد ده طب إزاي هعمل الموضوع ده هقولك دلوقتي هعمل إسلاش وإماجين برومت اللي هي بتاعتنا هروح بعد كده عند لينك البنت أضغط عليك كليك شمال وبعدين كليك يمين وأعمل كوبي لينك خلاص وأجي هنا وأعمل كونترول بي علشان أعمل لصقه وبعدين سبيس هروح على الصورة الثانية كمان كليك شمال كليك يمين كوبي لينك وأروح أحطها هنا كونترول بي يبقى أنا لسقت أو ألسقت الصورة الأولى وبعدين عنوان الصورة الثانية وعملت سبيس ما بينهم أعمل سبيس وأبدأ أحط الوصف بتاعي اللي أنا عايزة أنا عايزة يكون صورة مثلا أويل بنت يعني أي أويل بنت أويل بنتينج يعني زيتية يعني معمولة بألوان أويل بنتينج يعني معمولة بألوان كومة عايزة إيه كمان عايزة إيه كمان عايزة من هي تكون صورة كومة عايزة تكون آآ يعني كواليتي كومة آآ أنا وصفتها هو دا الوصف اللي أنا استخدمته حابين تحطوا وصف تاني مثلاً كارتون ستايل أي حاجة أي وصف انتو حابينه تضيفه مثلاً عصفير ممكن نقول آآ أنا ما عملتش دا في الوصف بتاعي بس أنا هعمله هنا بيرد بيردس عصفير بيردس فلاي عصفير بتطير آآ حوالين الصورة وخلاص هعمل سبيس و هعمل شارتتين سبيس بي سبيس فور علشان أخليها بفيرجن فور يعني بكواليتي عالية جداً واضغط انتر وهنستنى نشوف اللي هيطلع معنا كمان هي دي النتيجة اللي طلعت معاية مش هادي النتيجة اللي أنا عايزها هي حلوة جميلة جداً بس أنا كنت عايزة البنت نفسها في المشهد وأنا عشان ضفت البيردس فهو خد العصفير ويدمجها وحطها جوا الصورة طبعاً مش هو دا اللي أنا عملته أو مش هو دا الوصف اللي أنا عملته اه ماكوالش فيه عصفير خالص فأنا لما ضفته كويس اني حصل الموضوع ده عشان نشوف انه انه انا مسلا لو عايزت مكسورتين ما حاولش اضيف اي اضافات تانية يعني ده استفدنا معلومة. انا مسلا عايزت مكسورة البنت جوى المشهد اللي هو الخريفي فما حاولش ان انا احط اي عنصر اخر مشتت لعملية الدم. طب هنعمل ايه? نرجع مرة تانية. نعمل نفس الموضوع. سلاش اميج. واروح اجيب اه اعمل مرة تانية. كوبي لينك. واحطه هنا كونترول في. واعمل سبيس. واروح للصورة التانية. واعمل كوبي لينك. كونترول في. وبلاش اني عيد الوصف اخد هنا الجزئية دي كده. اعمل لها كوبي. واجي هنا اعمل كونترول في. بس مش هحط البرد خالص. آآ هشيل الكومة من هنا واعمل آآ سلاش سبيس في سبيس فور. واعمل انتر. وهنشوف هيطلع معنا ايه? تمام? هي دي النتيجة اللي طلعها لنا. انا مش عارفة هو ليه مش معترف بالبنت. مع اني لما عملتها قبل كده كان جاي بشكل البنت جوة المشهد. زي ما انتم شايفين في كانت الصورة المصغرة. آآ بس مش عارفة هو ليه دلوقتي مش راضي. يعني انتم عارفين انه كل مرة بنشتغل على الديسكورد بتبقى مختلفة. بس مش مشكلة. هجرب تجربة وهشوف هتظبط معايا ولا لا? وهعمل برضو مرة تانية آآ ممكن ااخد الصورة دي. تمام? واعمل كوبي لينك مرة تانية. وارجع هنا. واعمل كونترول آآ بي. واروح على الصورة التانية واعمل كوبي لينك. وهعمل مرة تانية آآ كونترول بي. وهعمل اسبيس. وهقول ريت. هوصف البنت يعني. ريد هير شعر احمر. لان انا عايزة بنت شعرها احمر. هوصف له. لو هو مش راضي يجيب شكل البنت. فانا هوصفها له. يعني عشان اقوله ان انا عايزة دي رقم واحد او اساسية معايا. رب تزبط بس معانا. وهنشوف. وهعمل الفصلة. وهكمل بقية الوصف اللي هنا. هاخده. هعمل كوبي. وارجع اعمله. الصاق هنا. وبعدين هعمل آآ تو سلاش سبيس بي سبيس فور. وهنشوف هيطلع معانا ايه. هي دي نتيجة اللي طلعها ممتاز. ممتاز احلى واروع مما كنت اتخيله. وكمان احلى من اللي طلعلي. يعني احلى من الصور اه اللي طلعت معايا اصلا واللي حطتها اه او اللي انا اصلا طلعت معايا. يعني بصوا هي دي الصورة بتاعته وبين اوريجينال بصراحة تحفة. تحفة حقيقية كمان. احنا لو كمان عملنا التالز اكتر تحفة. حقيقي يعني انا عجباني جدا يعني. الواحد يعني كل بنت او كل شكل واحدة اجمل من التانية بصراحة يعني انا خرافية يعني بصوا اللي انا طلعتها الاول الصور الصورة دي ودي. دي كانت النتائج اللي طلعت معايا الاول بدون ما اوصف او اقول ريد هير. لكن بالنسبة لي بصراحة النتيجة اللي ظهرت اه دي احلى بكتير من النتيجة. يعني في بعض. وتلاقيوا ان الدسكورد ما طلعش ليكو النتيجة اللي انتو عايزينها. يعني هو ما طلعش ليك النتيجة اللي انت عايزها بالضبط انت عايز تدمج عنصر في عنصر. فانت هتساعده. هتساعده زي بان انت توصف العنصر ده. يعني انا وصفت له ان انا عايزة رقم واحد الاساسي تثبت لي الريد هير جير البنت اللي شعرها احمر. وانا مدياله الصورة بتاعتها. لكن لما كتبت يعني بصراحة فعلا استفدنا معلومات مهمة. لكن لما كتبت حطيت الصورتين وحطيت حاجة ملهاش علاقة بالصورة اللي انا دخلت لها. محطة العصفير. رح تداني شكل مختلف تماماً. رح تداني ايه? اداني شكل اللي هو ده شكل العصفير اه في البيئة اللي هي الاتوم. يبقى هو بيعترف او الصورة اللي هو بيركز عليها. احنا استفدنا كمان معلومة كمان ان هو الصورة بيركز عليها الصورة التانية مش الصورة الاولانية. فلو انت عايز ان هو يدمج لك الصورة الاولى في الصورة التانية يعني انت بتجرب الاول من غير ما تكتب. لو لقيت انه طلعها لك من اول مرة زي ما طلع لي الاول. يعني هو الاول طلع لي بصراحة وجاب لي بنت في البيئة اللي هي الخريفية. بس ما كانتش بصراحة بجمال الصورة دي. يعني لو جينا بصينة اللي هو طلعهه للأول تمام حلوة بس هي مش ريد هير قوي. وحتى الصورة التانية اه ما كريتش ريد هير قوي يعني تحس ان اه احمر بس مش الاحمر اللي انا عايزة بالزبط. مش نفس الصورة اللي طلعت معي دلوقتي. اللي هي دي. مش نفسها خالصة نفتحها اوبين اوريجنال. مش نفس الصورة خالصة الروعة اللي طلعت معي هنا. حابين نحسن على الصورة اكتر. ممكن نضيف تفاصيل اكتر لفي البنت نفسها. بس ما ما نخرجش خارج نطاق البنت. يعني ما ما نحطش مثلا اه بير. ممكن عايزين تضيفه عصفير. ماشي بس تكونوا ذكرين اسم البنت. يعني البنت موجودة ريد هير جير. ممكن تكتبوا حواليها آآ بيرد. وتظهر عصفير. طب تعالوا نحاولوا ونجرب. نجرب. ايه المشكلة? لما? نيجي هنا. ونعمل ونروح ناخد اللي هي الصورة دي. نعمل كوبي لينك. انا كل دا والله بجرب معاكم. ناخد الصورة التانية. واعمل كوبي لينك. انا اخلص كل محاولات المجانية. بس ما فيش مشكلة. اهم حاجة ان احنا نستفيد ونتعلم. خلاص آآ تمام. وبعدين سبيس. واروح ااخد الوصف اللي انا عملته هنا. اللي هو دا. كده. بوبي. دا المكتبه مرة تانية. وعمل كونترول في. بس هزود هنا. هنا. اللي هي ريد هير جيرل. واذ. هنقول آآ واذ آآ بيرد عصفير. آآ مع عصفير حوالينها يعني يعني في عصفير حوالينها او في المشهد نفسه. آآ حواليها. وويل بنت وكده ونفس الكلام ويه هنعمل في النهاية. وهنشوف النتيجة اللي هتطلع معنا. وهي دي النتيجة اللي طلعت تحفة برضو يعني. جميلة يعني بس. هي كأنها مش عصفير. هو جابها كأنها ورق شجر حواليها. يعني ماشي حلوة برضو. مش وحشة يعني. يعني انا كنت ذكرت ان هي بيرد بس هو ما جابش البييرد يعني بس برضو جميلة. حلوة برضو. يعني شغالة لذيذة برضو. هو زكاة للصناعي مش كل حاجة طبعا اكيد هيجبها لنا بس احنا بنحاول نوصل لافضل نتيجة. وكل ما بنفهم في البرنامج وكل ما بنفهم في الاكواد والحاجات المهمة ولسه في اكواد كتير هاعرفكم عليها وطرق كتيرة. بس انا قلت اقول لكم الطريقة دي يعني بما ان الدرس النهاردة عن ازاي حافظ على خصوصيتي فمش هعمل درس بس عشان اشرح لكم المعلومة البسيطة دي. فقلت بالمرة نستفيد بمعلومة ازاي ندمج الصور في بعض. كل ما هتوصف اكتر كل ما هتحسن في اللي انت بتكتبها والتفاصيل اللي بتكتبها في الصورة كل ما هتطلع معاك نتائج احسن. وطبعا هو البرنامج ده لسه يعني تخيله وطلع كل الحاجات دي. تخيل بقى لما يوصلوا الاصدار العاشر والاثناشر وإلى مالة نهاية ربنا يسطر بقى من الموضوع والزكاء اللي احنا دخلين عليه ولازم نطور نفسنا بشكل مستمر. المهم ان احنا عرفنا النهاردة ازاي نحافظ على خصوصيتنا وازاي صورنا ما حدش يقدر يشوفها غيرنا وشغلنا ما حدش يقدر يشوفه غيرنا. واتعرفنا كمان كمان في ميزة للموضوع انه انا لما بشتغل في الميت جورني اليال صفحة الرئيسية بتهمني الصورة من كتر الناس اللي شغالة معي. يعني حتى كنتوا تلاحظوا لما واشرح قعد ادور وانزل وانزل لان في ناس شغالة على طول اربع وشين ساعة للموقع. فبفضل قعد انزل كتير عبال ما اجيب الصورة بتاعتي. لما اما بنسبة لحسابي الخاص فانا مفيش حد بينشر ولا في حد بينزل غيري. فبالتالي مش هتضيع مني الصورة او الشغل اللي انا عايزة وهكون مركزة اكتر على شغلي ومركزة اكتر على ده. ممكن نستفيد من اني مسلا اتفرج على شغل ناس تانية اشوف هما بيكتبوا ايه الوصف اللي هما بيكتبوا في الصور عشان يطلع. يعني مسلا صورة زي دي. اشوف الوصف بتاعها. لان عجبتني مسلا. الستايل ده عجبني. فهو كاتب بيوتيفول بيتش لاندسكيب يعني لاندسكيب للبيتش للشاطئ. يعني مع نخيل. وففزم. والله مش فاكرة ايه هي الففزم دي. ويبرايت كالر. وكاتب لاك اوتلاين يعني اه محددة بالاوتلاين بتاعها اه اسويت. اه ويت كاي والاصدار الرابع والارت اه بورد نفسه تلاتة في اتنين. يعني عريض. يعني تلاتة في اتنين. اتنين في تلاتة. اللي هو مستطيل. مستطيل طولي زي ده. ده اتنين في تلاتة. ده المستطيل. اما لو عايز انها بالعرض فهتخليها تلاتة في اتنين. فانا بستفيد من وصف الناس دي ان انا اخد افكار. اخد كلمات اكتر بحيس اني اقدر اطلع شغل متقن اكتر. وقدر بعد كده اخده واستخدمه كستوك مسلا اشتغل به. يعني مسلا ممكن البنت دي جميلة بصراحة. يعني انا هنا عجبتني جدا. ممكن شكل البنت دي اقصها مسلا ودخلها في تصميم. او دي. او دي. ممكن اخد منها نسخ اكتر اه من هنا. اربع نسخ تمان. لاي شكل هو كان عجبني. الى ما لا نهاية من الافكار اللي ممكن نستغلها من الزكاء الاصطناعي. وبكده نكون في نهاية الحلقة مش هطول عليكم. بصراحة كل النتائج اللي طلعت كانت جميلة وحلوة. يعني مسلا برضو زي الصورة دي تحف بصراحة. آآ رائع عجبتني. لوحة فنية رهيبة. المنظر ده ممكن نستغله كتصميم خلفية مثلا يعني ممكن ناخده ونسيفه ونخليه كخلفية لنا ونعمل له شوية آآ ونقلل مثلا بتاعته ونحط مثلا التصميم بتاعنا. ممكن نستخدم ده. نستخدم ده. يكون تصميم ليه علاقة بالمدة. فممكن نستخدم الحاجات دي افكار كتيرة جدا وناخدها في تصميماتنا. ومش هطول عليكم واستنوني في مزيد من سلسلة الزكاة الاصطناعي ومزيد من الاكواد والاسرار الخطيرة. مش بس في موقع الميت جوني بس انا حبة ان انا ادي كل حاجة حقها مدخلش على مواقع تانية في الزكاة الاصطناعي. في مواقع كتيرة جدا زي الشات جي بي تي وزي مواقع اللي هي الموسيقى والاغاني والافلام وغيرها. بس احنا هنمشي واحدة واحدة. الحاجات اللي احس ان هي هتفد نحن كشغلنا هي اللي هتكلم عنها. وان شاء الله اللي جاي احسن. واتمنى لكم التوفيق وياريت تشتركوا في القناة. واتفعلوا زر الجرس للاسة. ما اشتركش. وسبحانك الله وحمدك اشتاد لا اله الا انت. استغفرك واتوبوا الي.